موسيقى من الحقيبة الجامعية إلى الحقيبة الوزارية كلمة تلخص مسيرة الدكتور مهدي مبروك هو اليوم وزير للثقافة ويقال أن مسكهيته الوزارة أكثر مسؤولية بل وإرهاقا من وزارات السيادة ضيفنا اليوم مرس السياسة سابقا من خرطوم المعارضة واليوم نجده في سدة الحكم أهلا وسهلا بكم سيادة الوزير مرحبا بكم مرحبا بالفريق العامل معاك في حتي القناة قناة توسنا التي أثبتت على فتيتها قدرة كبيرة على موكبة الحركة السياسية والثقافية في بلادنا فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية عنوان البرنامج ستارتاي وهو عنوان يعنى بالنجوم ومعاليكم مثلتم في فترة سلمة أكثر الوزراء نجومياتا فهل تشاطيرني رأي أنك نجم بالفعل؟ والله يمكن أن نشتغل مع نجوم نجوم الفن نجوم الأدب ولكن أن نكون أنا نجم حالي أو في فترة ما ربما لا أعتقد أنني يوم ما شكلت نجم ربما ألفت الانتباه ولكن بكل توضع لم وهذا غير مطروح لي أن أتحول أن أنافس النجوم أنا متصرف في الشأن الثقافي ملقات علي مسؤولية سياسية أحيانا ربما ألفت الانتباه في شكل تصريحات أو مواقف وهذا من فضلك لما تكن رشحتني نجما من النجوم سيد الوزير أنت متخصص في علم الاجتماع كانت تعطينا الوصفة الاجتماعية للصاحة الفنية المسرحية الموسيقية والوصف للكتاب والتجهيزات الثقافية صحيح أنا مختص في المجتمع وأنا أطروحتي نقشت سنة 96 حول المجتمع الثقافة أطرها أنا ذاك وزير ثقافة هذه من المفارقات الدار السيد عبد باقي الهرماسي كان أنا ذاك وزير الثقافة على المجتمع وكان يدرسني وأشرف على أطروحتي في المجتمع الثقافة وأنا قبل أن نكون مختص في المجتمع أيضا ابن هذه الوزارة اللي اشتغلت فيها أكثر من 12 سنة وعدت إليها لأشرف عليها بعدما كنت رئيس مصحاب في وزار الثقافة غادرتها سنة 2000 وعدت إليها سنة 2011-2012 ربما الآن أستعين بما درسته وما درسته في المجتمع الثقافة ليوصف الحقل الثقافي كما يقوله بورديو اللي هو أهم عالم اجتماع اشتغل على الحقل الثقافي حقل صعب يتميز باستقطابات حادة يتميز في تونس بالأساس يتميز باختلاف التجارب والنماذج ولكن يتميز أيضا بصعوبة هيكلته والتحكم فيه بالمعنى الإجابي للكلمة يعني المتريزي موش التحكم فيه هذه سيمة من سيمة الحقل الثقافي هذه سيفة ربما أنت تطلبت مني أن أصفه أو أن أوصف المشهد الثقافي كما قلت مشهد يعني فيه عدة تجارب فيه عدة مدارس فيه عدة مثقفية أحيانا يعني بين فنان الراب مثلا وكتابه شام جعيت معناه سرعة ظوئية يعني أنك أنت كوزير ثقافة مطالب أن تواكن وتؤثر وتحل القضايا المتعلقة بتعبير فنية طارئة أو عرضية أو موقف أحيانا وبين الطروحات والبرادجمات كبرى تشكل أحيانا رؤال العالم فالانتقال من سجل إلى سجل من موقع إلى موقع من موقف إلى موقف من بروفيل معين المثقفين والفنانين إلى بروفيل آخر يعني الصعوبة كبرى 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 هذا وصفي للحق للثقافي وصفي المثقفين يعني أنا أستطيع أن أقول أنه قوتهم الاحتجاجية مهمة جدا ولكن أيضا قوتهم التنظيرية أو الإبتكارية والإبداعية لم تظل مرافقة وبنفس الوزن مع القوة الاحتجاجية المثقفية لذلك لم نشهد أعمال كبرى وأعتقد أنه من يفسر هذا بفرضية الدعم فهي فرضية جزئية وغير لا يمكن أن تفسر لنا ما الذي حدث تماما بعد الثورة القول بأن الدعم محدود هذا لا يفسر وأعتقد أنه برايجمات كسولة لتفسير ما يحدث في المشهد الثقافي في وصف إحنا إذن عندنا نحن في تونس لنا نخبة متميزة في العالم العربي نظرا لتراثها الحداثي لنا نخبة ساهمت في بناء الحركة الوطنية ساهمت في بناء الدولة ساهمت في تحديث المجتمع ولنا أسمى يعني كبرى لن أسمي البعض حتى لا أغضب البعض الآخر لنا مرجعيات في العالم العربي يشد لها الرحال للقراءة ولكن ننتظر أيضا أن الثورة تعطينا جيل جديد من المفكرين سواء في الإسلاميات سواء في التاريخ كما هي شامج عاية سواء في الألسونية كما يعني المرحوم يعني مثلا نعطيك مثال أنت تشوفي صالح الجرمادي مثلا عبد السلام المسدي الشريف المجموعة دي يعني المؤسسين متاع المباحث الألسونية نحس إلى حد الآن ما فهمش جيل جديد سواء أيضا في التاريخ سواء في الفلسفة يعني فتح التاريخ أبو يعلب مرزوقي المجموعة دي لكلها أعتقد أنه تحتاج وحتى تأخذ الفنانين أنت يعني حتى جيل الفنانين جيل أغنية يعني شوفي بمية علي أن أنتقل من حتى لا أغضب يعني جيل الأغنية متاع الثمانينات أمينة فاخت مثلا عبد الكريم أصحاب ونجاة عطية الأسماء ذيك التألقت في الثمانينات للأسف أيضا إلى حد الآن ننتظر أنه جيل جديد إن شاء الله دي ما يبقوا في أوج عطاءهم وكذا ولكن تحسي الآن لم تنشئ الثورة ولا حتى ما بعد الثورة ولا قبلها بشوية لم نرى جيلا جديد يمسك المشعل سواء عنه الثقفين والمفكرين الكبار أو على الفنانين والمسرحين لأن تبكدكم المسرح مزلنا التوفيق الجبالي يعني الجزيري الجعايبي هذه الأسماء قامت مهمة جدا في المشهد الثقف ولكن إلى حد الآن لم نلحظ ولم نشهد يعني كفاءات ثقافية بحجم وبقامة هؤلاء حتى يمسكوا عليهم المشح واضح كيف وجدتم وزارة الثقافة وأنتي ثاني وزير ثقافة بعد الثورة؟ والله أنا وزارة ثقافة وجدت فيها نقاط قوة كبيرة أنا اشتغلت فيها من نقاط قوتها استمراريتها أحقاق الحق لم نشهد يعني قطيعة كبرى بين الإدارة وبين المثقفي لم تنظم حركات احتجاجية لترد يعني كما حدث يعني شعارات الشعارات هذه كبتع ديجاج إلا لحالات نادرة هذا مما أمن يعني جل خدماتنا الثقافية في مصاريها اليوم هذا أعتقد أنه مهم جدا قضية الفساد يعني تم معالجتها بالكثير من الأخلاقية والروحية نعم نقاط ضعفها كثيرة ربما حتى أكثر من نقاط قوتها عدم وجود إطار تشريعي ملائم ومناسب لبعض من مؤسسات الثقافية كما نقول لك مثلا المركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي تم إنشاؤه سنة 1964 صدر نص منظم القانوني نهارة الثنين الفات فرقنا لكلها بدون أي غتاء قانوني الفرق الوطني الفون الشعبية الأوركستر السامفوني البالي الفرق الوطني الموسيقى اللي قودها سيد عبد الرحمن العيادي تقريبا أغلب فرقنا بدون أي غتاء ما نسميه مراكز المراكز الجهوية للفنون الدرامية أيضا بدون أي غتاء قانوني 19 معهد للموسيقى المعهد الجهوية بدون أي غتاء قانوني بدون أي نسس قانوني فكانت الوزارة تصير بقدرة قادر تحت ستر الرحمن تصير بدون قوانين هذه ربما السيمة السيمة الغالبة هو ضعف ضعف الإطار التشريعي بوزارتنا أيضا الصورة السلبية أحيانا للأسف ليحملها بعض من قطاعات كبيرة حولها فضاءتنا الثقافية هنا أساسا يعني المكتبات ودور الثقافة الصورة ما كانتش أيضا بعض مؤسساتنا المرجعية أساسا في مجال التراث يعني كانت هناك صورة سلبية حاولنا قدر الإمكان أن نغير منها ونعدل من هذه الصورة قدر الإمكان تقريبا أن هذا هو ملامح الوزارة كيفاش ألقيتها أنا هذه سنة لاحظنا الاستعدادات مبكرة لإنجاح الموسم الثقافي خاصة المهرجانات الصيفية من خلال إقامة دورة تكوينية لفائدة مديري المهرجانات ما مدى إنعكاس هذه الدورة التكوينية على سير المهرجانات؟ هو استعداد الموسم المهرجانات كان بشكل مبكر كما أذكرت سيادتك أولا في الاتصال بالمديري السنة الفارتة تقريبا أنا توليت الوزارة في جانفي باش تفهم الوزارة يزمة ثلاثة شهور في مارس علي أن أواجه المهرجانات بعد شهرين يعني أفريل مايو وانتلقت عملوا بعض من مهرجاتنا في جوان فما كانش عندي فصحة من الوقت باش نعد نعد المهرجانات بشكل مسبق ومحكم السنة على العكس من الحالة اللي فارتها أولا كان لنا متسع من الوقت للبحث عن مديري نحكي على مهرجان كرتاج والحمامات بشكل مبكر نتناقش معهم حول الخلفية العامة الثقافية المهرجانات رسلنا السلطة الجهوية لتعيين في شكل من التوافقات الكبرى هيئات المهرجانات الكبرى أساسا جابس، اسفاقس، المستير، بن زرت، الكافس، البوزيد، الجسرين، المهدية بدون أن باجأ الكلة فحاولنا مع الصلاة الجهوية أن نركز هيئات المهرجانات بسفة مسبقة أيضا تم صرف الاعتمادات المالية أيضا بشكل ما هوش بشكل مسبق ولكن يعني في حدود الأجالة المعقولة والآن بدأنا تقريبا في نشر الخطط الإعلامية ونشر البرامج بعدما تم الاتفاق على الأمرين الأمر الأول ما ذكرتي هو جعل المديرين ملمين بأباجاليات التصرف المالي والإدارة في المهرجانات لأنه في الدول الغربية المتقدمة تدرس يعني تدرس المهرجانات كإحدى مواضيع التصرف الثقافي في المراكز وفي المعاهد الخاصة بالتنشرة الثقافي للأسف إلى حد الآن نحن مدارسنا لا تدرس كيفية تنظيم مهرجانات لذلك طلبنا من تقريبا أكثر من مئة شخص بين الإدارة وبين مدير المهرجانات أنه يحضروا دورة تكوينية أمنها خبراء أجانب فرانسيس حول مسألة الآلام الآلام المهرجانات حول التصرف الإداري في المهرجانات حول نعم المنتاج فينانسي ولكل كلهم كانوا تقريبا مواضيع المهرجانات وأنا أعتقد أنه حسب الأصداء الأولية التي وصلتني والتقارير الكتابية للمساهمين كان لهم استحسان لهذه الدورة وأساسا استعداداتنا المبكرة مع وزارة الداخلية من أجل تنظيم سلامة وأمن مهرجاننا هذا يخلينا إن شاء الله نذهب إلى مهرجانات مطمئنة آمنة فيها محتوى ثقافي يجمع بين المتعة والترفيه وينطلق مهرجان كرتاج خلال نهاية هذا الأسبوع لحظنا من خلال هذه الدورة التي وكبنها عودة العديد من المهرجانات والاستعدادات لها مسبقا على غيرار المهرجان أنشدة صوفية في القيروين ويتزمن مع مهرجان المدينة وكذلك مع مهرجان ريجي وهذه لأول مرة في تونس نعم لأنه إحنا وقت شفنا خارطة المهرجانات نلقاها خارطة غير متوازنة وأهم سما من سماته للأسف يعني اندثار وانقراط بعض المهرجانات بدون موجب أحيانا فقلنا كيف يمكن أولا أن نعيد جيل من المهرجانات التي اختفى سواء المهرجان يتعلق بالموسيقى وبالأغنية أو بتعبيرات أخرى فنية فسعينا قدر الإمكان أن نعيد إحيان المهرجان بما فيها يعني مهرجان الموسيقى الصوفية والروحية بالقيرواء ومثلا نبعث أيضا جيل جديد من المهرجانات كما عملنا مع مهرجان الحوض المنجمي مهرجان القرى الجبلية بيقابس وهي يعني مهرجان يحتفي بالتراث الأمازيغي إلى غير ذلك هذا من جهة أما الجهة الثانية في حسن الاستعدادات للمهرجانات هو ليس فقط أن تحي من دثر وتبعث الجديد بل التصرف قدر الإمكان بما يجعل مهرجاناتنا تواكب تطور الذائقة والحاجات الجديدة لأنه فيما حاجات جديدة في المهرجانات حاجة السكان متنفس الحرنية الكبير يجعل أحيانا التعبيرات التقافية وفنية كانت بين قوسين ممنوع أو شبه ممنوع يكون لها حضور في المهرجانات بحولناه في نتاق إعادة النظر في خارجة المهرجانات وفلسفتها بصفة عامة لماذا سيد الوزير يتم استغلال المواقع الأثرية التي تخضر بها تونس على غيرار أذنى دقا والتي احتضنت مؤخرا تظاهرات دقا للمسرح وعديد التظاهرات الأخرى الثقافية نعم هو أهم مهرجانات الكبرى هي تصير في مواقع أثارية أهم مهرجانات مع العلم أن هذه الفضاءات تفتقر إلى العديد التجيزات على غيرار دورة المياه والمشروب ولماذا يزد الفضاءات للأطفال صحيح حابيت أقول لك أولاً أن جل مهرجانات الكبرى هي تحدث في مواقع أثارية مواقع أثارية أي مواقع يفترض أنها لم تنشأ لاحتضان تظاهرات في الأصل يعني أنت ترجعي مثلاً الموقع أذنى أو الكرتاج اللي تم هندسته يعني ضمن نوع معين من الحفلات اللي هي يعني مصارع أو شيء أو رياضات جسمية أو بدنية إلى غير ذلك ترجع لها بعد ثلاثة عام ثلاثة سنة مع تطور تقنيات الضو والصورة ومهن الفرجة والليزار سينيك هذو من كلهم كفاءة يزم جود استثنائي باش تتوى حتى في أقصى الدول الحداثة والديمقراطية يعني الفضاء بعد ترجع له بعد ألفين سنة وبعد أحياناً ألفين وخمسمائة عام باش تخليه قابل باش يحتوي انت شوفي جون ميشيل جار مش نتصور معناها اللي هو يعني أحدث أنواع الموسيقى الرقمية ربما في القرن الواحد والاشرين باش تقول له وراك انت مش تشتغل على فضاء يعود إلى ألف وخمسمائة سنة معناها عملية صعبة جدا صعبة جدا ولكن أحنا نعتقد أنه فضاءاتنا إلى حد الآن بالعكس ربما خصوصيتها في أنها تجمع بين أشياء عتيقة وبين التعبيرات الحدثية أنا كم من مرة يسترح لي قائد مثلا أوركستر السيمفوني أنه أجمل العروض اللي قدمها في قصر الجن يعني قصر مبهر جدا ولكن لم لما بني هذا القصر لم يهيئ خصيصا لأن يحتوي عروض الموسيقى السيمفونية ولكن رغم كل هذا هناك جهد من التقنيين فيما جميع المجالات تطويع فضاءاتنا بشكل مبهر وربما سيمة تونس عليش رعبت يمشون جو ويقول لك ولا نهار من نهارات ننسى مروري بكرتاج ولا بالجم ولا بدقة ولا بوسبيتل لكن كالشي هذا الخاص اللي ما تلقيش في أي دولة ينافسون البعض ينافسون البعض بمهرجانات ولكن أكل سحريت الفضاءات متاعنا سواء في الربات متاعصوصة ولا الربات متاع المستير ولا الدقة ولا السبيتل ولا الجم ولا كرتاج ولا أوذن بمهرجانات كبيرة تستند تستند إلى تقنيات عالية دقة إن شاء الله أنا أملي وأنا في الوزارة أو من يأتي بعدي أنه تحتفي بأنواع جديدة من الفرجة لكن أنا عمله وقت زرت بمناسبة إعلان الشهر الطراث قلت أتمنى أن يوصل في الأوذنة الماء والكهرباء لو أنه يوصل فقط الماء والكهرباء لكان مهرجان أي مهرجان أي مهرجان نقول لك لكان هذا المهرجان بقطع نظر على النوع الفن اللي مش يحتفل به قابل مسرح أوذنة لأنه مسرح أوذنة حافظ على أصالته أكثر من ما حافظ كرتاج على فكرة منسبة ليعرفوا ليزروا أوذنة كرتاج وقعت فيه ترميمات وتحويلات وكذا كذا كذا هذا يبريسك حافظ على أصالته لأنه بقى مغمور غير مكشوف إلا في السنوات الأخيرة وابا لما ليت تنسيق مع وزارة السياحة وتكملوا لهنا بين الوزارتين ولما ليت زد فتح البيض أمام المستثمرين أحنا أنا يعني أنا نؤمن تماما أنه ما نجموش نمشو لنهضة ثقافية بدون التنسيق مع وزارة السياحة وإحقاق الحق منذ أن توليت الوزارة بدرت مع السيد وزير السياحة سابق سليس الفخفاق للعمل المشترك في أكثر من تظاهر وبدأنا هذا وكملنا المشورة مع السيد وزير السياحة الجديد سي جمال جامرة وشكلنا ثلاثة لجان بدت الآن تشتغل وتعطي أكلها ليس فقط لجان تشتغل بل تعطي أكلها قلنا لابد أن نفعل شيئا من أجل تحويل المهرجانات الثقافية إلى مهرجانات الثقافية السياحية في المغرب أنت لما تقول لي مهرجان موازين ولما تقول لي مهرجان جناو إلى غير ذلك فهي مهرجانات ثقافية ولكن يا أمها مئات الآلاف من السياحة نحن إلى حد الآن مهرجانات هي الاستهلاك المحلي ولم نستطع أن نجعل منها مهرجانات السياحية وبدأنا بدأنا ننسق وأنا نعطيك مثال مثلا حفل جون ميشيل جار يبدو أنه حد الأسبوع لفارط هناك تقريبا ألف تذكرة من عشاق وهي قادمين للبيع الإلكتروني يعني قادمين من فرنسا قادمين من بريطانيا قادمين من بلجيكا وجل الحفلات الآن مع وزارة السياحة بدأنا نتصل عفوا بليتورز أوبيراتور بأصحاب النزل بأصحاب وكيلات الأصفار من أجل الترويش للوجهات السياحية باعتبارها وجهات فيها تظاهرات كبرى وفعلنا العديد من المبادرات وجه مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجمع لغردان هذا مش كافي شكلنا لجنة أخرى تشتغل من أجل أيضا تصور خارطة للمسالك السياحية والثقافية واخذنا بعض النماذج المسالك السياحي والثقافي نشتغل مع بعضنا اللي هو في الكاف وفي القسرين من أجل أن نتدخل لخريطة جديدة تجمع بين المسالك السياحي والثقافي ومعنى وتعمل مسالك سياحي صحيح في المعالم والكنيز ما تنشط الصناعات التقليدية كيف يمكن أن تعمل مسلح سياحي في القسرين وصناعة الحلفة ما تزدهرش فهناك تصور وهناك خطة شاملة بدأنا نشتغل فيها مع بعضنا وأيضا بدأنا نشتغل في إعتاء مبادرات للسياحة الثقافية في الجنوب من خلال ربما إن شاء الله مع بعضنا نعطي تصور جديد لمهرجان الدوس باش ميبقاش يعني كسورة نمطية القافلة تمر وهناك صيد كذا وكذا لابد أن نعطي شي جديد للسياح باش وقد يجوه يقولك بالفعل لكل دورة ما قامها ولكل دورة النكهة وهذا هو السياحة الثقافية اللي نأملها إن شاء الله بي عنا 450 مهرجان في 2012 شوما أكثر من 80 مهرجان ما خدموش شنو هتنجمو تعملوا سنيب باش الدورة هذي تكمل أنا أعتقد أنه هناك يعني تطور ملحوظ في عدد المهرجانات تطور يعني ملحوظ وانت ذكرتي معناها رقم نقول حتى 400 مهرجان واضح نفترض لا لا سحيح لا لا ما حبيت مشكورك شوف شوف حجم أربعمية في كل مهرجان حتوا عشرة عروف اللي في مهرجان كرتاج تقريبا فيه أكثر من 25 مرجل الحمامات معناها عندك في شهر نص عندك تقريبا في حدود أربعلاف أربعمية في العشرة عندك أربعلاف أنا نعتقد أنه هذه خصية إيجابية ونكاد نكون البلد الأول ليس في الوطن العربي بل حتى في المحيط الأقليبي بعدد المهرجانات وإذن أكده لك هذه ظهرة إيجابية وعلينا أن ندعمها وما يختفي من هذا مؤلم ومؤسف وعلينا أن نعيد أنا عندي نتمنى أنه ولكن في اعتقادي أنه ما يختفي من مهرجانات لا يمكن تماما أن ننظر إليه وكأنه علامة سلبية في المطلق واضح لأنه حتى في أعرق المهرجانات ولكن مهرجانة تظهر وتختفي ولكن لا يمكن للأمر أن يتواصل بدون ثلاث أشياء بدون وجود وكالة وطنية للمهرجانات تعنى بالتصرف المالي والإداري فيها بدون كراس شروط يعني مش ممكن أنك أنت يعني إنساني يحل سمحني روضة اللي هي عشرة ميتر على عشرة ميتر في مئة بشر يزم كراس شروط يطلع عليه ويمضي كيفاش ممكن أنك أنت تفتح فضاء فيه آلاف البشر لا هناك عقد تأمين لا هناك إجراءات سلام فما كان رخصة نتاع صلوحية المحل نحن لأسف مهرجانات نعم وبدون يعني دقة في التصرف المالي والإداري ولا أيضا حد أدى من الضيافة والتقنيات الاستقبال للضيوف فعلينا أن نعيد النظر في سياسة المهرجانات بثلاث أشكال وكالة وطنية تعنى بالتصرف الإداري والمالي أوبراتور يدخل في المهرجانات اثنين كرة الشروط وثلاثة في اللي ذكرتها سيادتك قطاع خاص يستثمر في المهرجانات لا يمكن للدولة مش لأنه الدولة ما عادش تنجم مش ممكن وليس من مهمة الدولة أن تظل تدير أربعمية وخمسة مهرجانات أنت تدير في مهرجانات الموازين سفر مليم تدفعه الدولة سفر مليم لكن كيف يمكن أن نحول المهرجانات إلى قطاع استثماري مربح وفي نفس الوقت نلبي حاجة الناس وحقوقهم في متعة ثقافية في المهرجانات هذه المعدة الصعبة إن شاء الله نلاحظ أن المهرجانات في تونس موسمية على امتداد السنة نقول أن الحياة الثقافية تكيد تكون منعدمة فهل هناك نية لجعل الحياة الثقافية تكون على امتداد السنة أنا لا أشاطرك يعني تماما الرأي أن الموسمية ربما الصيف يستحود على القسط الأكبر نظرا لتزامن الصيف مع عطلة ولكن هناك مهرجانات مستمرة على كامل السنة نعطيك أنا نعتبر معرض الكتاب في أكتوب في الخريف هو مهرجان مهرجان يعني بالاحتفاء بالكتاب ويتواصلوا أكثر من عشر أيام شهر التراث اللي يمتد تقريبا في الربيع من 12 أفريل إلى 18 ماي هو أيضا مهرجان كبير ربيع الكتاب التونسي اللي عملناه تقريبا أيضا ما بين مارس وأفريل أيضا يغتي أنا نوافقك تماما مثلا جي تي سي و جي سي سي هو عام بعام يجو في ديسمبر أنا معاك جان في تعدل احتفال بالثورة بالمعنى الثقافي للكلمة ربما شوية عندك حق أنا نقولك في فيفري فيفري مارس ربما ربما هذوكم فيهم الشهرين اللي فيهم رولاشمون استراحة المقاتل واستراحة الوزارة أما الوزارة نأكد لك والصحة الثقافية لا تهدأ تمامنا أنا أعطيتك أحنا سنويا معرض الكتاب في أكتوبر بعد في نوفمبر عندنا يا إما أيام كارتاج المسرحية ولا كارتاج السينمائية الشهرة الثورة من 17 ديسمبر حتى تات الـ 17 جنفي الآن ولا احتفاعيات ثقافية بالثورة في فيفري مارس فما شوية بعد شهر التراث ربيع الكتاب وإجوة نبدو في مهرجاتنا الصيفية فهذا ممكن فما شهرين شوية نفكروا لي ما لا في ملأ هذا الفراغ اللي أشرت لي باي تميزت في السين الفريطة بتسريحاتك المنفالية مثل على جثتي في مهرجين قرتاج عندما رفضت برمجة نانسي عجر ثم تسريحاتك فيما يخص أحداث العبدالله ثم تصدرت وسائل الأعلام مع كل سهرة في قرتاج والحمامات حينها قالوا أنك وزير مهرجانات نعم هو على كل حال فكرة وزير مهرجانات وشخص لكن يبدأ وزير ناجح لمهرجانات لأنه جزء من قضايا الوزارة الوزارة هاو نقول لك باش تشتغل تشتغل على اليفان مونسيال الوزارة أي وزير يجي يشتغل على الحدث واحد ويشتغل على كل ما يتعلق بالإصلاحات الاستراتيجية والهيكلية معناها ممكن الناس يقولوا وزارة ناجحة ومعرض الكتاب فاشل وزير الثقافة في مصر قال حتى إنا زادة بش نعمل الفنانين توينسا كما انتم بش نعملونا صحيح أحب أن أقول لك مثلا فمش وزير يقول والله أنا راني قاعد في إصلاحات استراتيجية وخارط الطريق للأجيال القادمة ويتعدالوا معرجان كرتاج الصيفي فاشل وبعد يتعدالوا معرض الكتاب فاشل قال لا راني خلوني بلاي نعمل في إصلاحات وبعد يجي معناها جي تي سي ولا جي تي سي فاشل فإحقق الحق يعني صورة النجاعة والنجاعة جزء منها مرهون إلى أنك أنت عندك كالندرية عندك أجندة للوزارة نجاحها مية في المية والرأي العام والإعلام ينصب وينكب ويعني المجهر بتاعه والأضوات تتسلط على هذه التظاهرات لذلك إحقق الحق نقول أنا بالفعل مطالب بإنجاح المهرجانات في سياق سياسي واجتماعي لا يسمح لك أن تعيش حداداً دي تونس لا تجيب أن تعيش حداداً أيا بره بالله نقول بالله نفك علينا بالمهرجانات في السيف سي بانان لا أكيد شفتي بالله يجب أن تنجح التدخل مباشر بالغضب بالتصريحات النارية المنفلتة أحيانية يجب أن تنجح مهرجانات نجيش نقول لا خلينا معرض الكتاب السنانة نرته مش ممكن لن ترحم ولن يغفر لك الرأي العام أن مهرجان من المهرجانات بإسم تحت أي اسم بأي ذريعة تقول أنا سأتفرق للقضاء ولكن مع هذا هناك قضاء استراتيجية نشتغل عليها دون أن نعمل ضجة عليها نحط ديك مثال مثلا من بين الإسلاحات القانونية لأول مرة المنشتين الثقافين يكون عندهم قانون أساسي خاص به هذا نعتبر إسلاح من الإسلاحات مهم جدا ملف مدينة الثقافة على جناه وننتظر الأيام القادمة أن تبدأ الاستعداد لإعادة الثنين هذه الثنين وقضية استراتيجية أن تكون لك مدينة الثقافة المسألة الثانية اللي أعتقد أنه جاوبنا عليها هو إحداث الصندوق الوطن للتجيع على الإبداع الأدبي اللي يعوض الصندوق اللي كان صندوق الثاني من الثقافية اللي عامو سيب أشير مسلم الله يذكر بالخير واللي تم حلو سنة ثمانية وثمانية الصندوق يعنى بالتجيع الأدبي اللي اللي يامت القادمة إذن سنبدأ للتصرف فيه أنه نتشاور حوله والأيام القادمة أيضا سنجد التفاقات حوله إعادة بعث المجلس الأعلى للثقافة اللي فيه تلتقي النخبة وترسم التوجهات السياسية بالمعنى الثقافي للكلمة والتوجهة الثقافية كذا كذا هذا أيضا يحصب لهذه الوزارة وأخيرا فإن أيضا إحداث اللي قطورك المكان الوطني لحيات تضارة المرجانات معا أيضا في الأيام القادمة سنشر سيطر شر الأمر المتعلق بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين فأعتقد هذه حزمة من الإصلاحات ليست وزارة ثقافة معانية بها 2012-2013 ولكن هذه نخدمها للأجيال القادمة فتلاحظي بين الحدث وبين الأجندة التقليدي للمعرجانات ليس لي الحق أن أخطأ في يعني سوء تخطيط سوء تنظيم يعني فشل المعرجان وبين الإصلاحات الجدرية نحاول أن نوفقه بقنا ربما الناس ما يشوفوكش إلا لو نص يصدر والإصلاح يصدر في الرائد الرسمي لا أحد ينتبه إلي ولكن الناس والإعلام يشوفوك طبعا في مهرجان الحمامات وفي مهرجان جي تي سي وفي جي تي سي ولكن أنا نعتقد أنه هذا ما يحرجنيش أنه وزي ممخص أنه نعمل مهرجانات ناجئة لبلادنا ونفرحها في لحظات من الحزوى والتوطف في عجم عند جمهور كبير من أشابيب في تونس لماذا رفضت البرمجان طائحة؟ ندعوهم إلى مشاهداتي في بن زرت إن شاء الله هذا مهرجان ولكن لا أراهها في كرتاج دخلت في برمجان كرتاج لا أناسنا لم أتدخل مطلقا أكد لكم نعود لم أتدخل مطلقا في برمجة مهرجان الحمامات ومهرجان كرتاج هذوم هما الزوز المهرجانات التي تشرف عليهم الوزارة بشكل مباشر المهرجانات الأخرى كلها لا علاقة لوزارة الثقافة بها إلا من حيث المنحة والإسناد اللوجيستي من التقنيات وكذا كذا ولكن لا نتدخل في خياراتها الفنية ولذلك أنا أتنبر مجتها في عدة مهرجانات ولكن أنا نعتقد أنه مهرجان يحترم نفسه كيمة الحمامات وكيمة كرتاج لابد أنه يرتفع ويكون فوق جميع القامات التي مرت به نحس عندك ثقة كبيرة في موراد ساقليو وصفات حلها دوي والله أنا أعتقد أنه لم أملي مطلقاً أي شيء على هذين الشخصين ولكن أنا نعرفهم وأحكيت معهم مشتوبة البعض منهم نعرفه من الثمانينات كما مفتحي البعض منه نعرفه عن قرب منذ سنوات وأعتقد أنه ما هوش تتابق ما نقولش أنا حالة من حالات التتابق وبرفور واحد ما نقولش بالتتابق مع روحه تأخذ قرار وبعد تندم عليه تأخذ قرار كذا كذا تقولني أنا ممزق بين خيارات وبين كذا كذا وهذا طبيعة الكائن البشري ولكن نتقاسم بعض القناعات في مجال الفن والموسيقى والحمد لله الآن يشتغلوا بأرياحية معايا وأنا مطمئن إليه طبعاً إن شاء الله نتيجة تعطي أكلها إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله بالنسبة للأمن السيد الوزير نعم بالأمن والأمن يعني فيما فنانين بشي يجيون البرة على الأوضاع اللي سايرة في تونس يقولوا كارتاج مأمن أكثر من الحماء يعني أكثر من بنزارته ويمكن يلقى في صعوبة مع فنانين يقول لك ليه أنا ما نجيش على خطر ما فماش أمن لا شوف أنا نأكدلك يعني وزار داخلية ستؤمن لنا كما أمنت سابقاً جميع مهرجنات متى سابقاً يعني حتى أقبل يعني حتى عملاول وحتى في عادة النظام السابق أشبش أقول معنا الأمن لم يكن شيء في المهرجنات كان قرديق من الخوف ربما يخلي مهرجناتنا تسير بدون أي مشاكل الآن كيفاش ممكن الناس يحترموا المهرجنات دون أن يكونوا تحت ضغط الخوف يعني قبل الديسبلين ليش عن قناعات خوفاً من واضح فالآن ما عنا ش بن علي مش يجي المهرجان كارتاج ولكن نتمنى أنه مهرجان كارتاج وجميع المهرجانات الأخرى لها تغطية أمنية وأنا نعتقد أن أهم من يحمي مهرجانات هم عشاق المهرجانات عشاق المهرجانات رواد المهرجانات هو هذه السبيل الكبير لتأمين مهرجانات وقت الناس يقبل على المهرجانات ويعتقدوا أنه مهرجانهم وقت يعتقدوا أنه هو مهرجانهم فأي واحد غير قادر لهيبة المهرجانات والاتفاف الناس سعون أن يخترق سيجد نفسه نشازاً ولكن مع كل هذا يعني وزارة الداخلية لها الشبكة ولها قراءة والأمنية للمهرجانات على فكرة احنا لا نتدقل في القراءة المكنية الإجراءات والاحتياطات الآن تتخذها وزارة الداخلية بدون أن نحولها إلى فوب أو كابوس أمني عملوا للحمد لله يعني تعادلت مهرجانات بدون أي حوادث كبرى بعد الحالات الاستثنائية العبرة ولكن ولا مهرجان تم إلغاء إلا حالات إسرائية نعتقد سنا مشانة نسقنا عملنا خلايا استمرار نسق مع بعضنا يومي 24 ساعة وزارة الثقافة لها خالية للتنسيق مع وزارة الداخلية في أعلى مستوى من أجل تأمين مهرجانات وهذا الفاية التوانسة الفاية الثقافة والفاية الجمهور مع ناش حتى أي هاجز آخر غير هذا قدم 37 ملف سيد للقضاء وهذا آخر رقم عندي ما كان يحدث في القضاء وكيف تسمي لنا؟ لا أستطيع أن أسمي أنا خليت عهد على نفسي هذه مسألة القضاء لا أستطيع أن أذكر الأسماء ولكن أذكر القطاعات قطاع التراث في عدد ملفات قطاع الدعم في مختلف المجالات الموسيقى والسينما الفنون التشكيلي أيضا التسيير الإداري لمهرجاناتنا تقريبا ثماني حالات فساد في مهرجاناتنا طبعا هذه القضايا كلها تعهدنا بها وأحلناها للقضاء هناك قضايا جارية سبعة وثلاثين كما قلت لك هذي أخر رقم عندي يزيده؟ لا لا سادة وسبعين سامحني سادة وثلاثين وقتاش الرقم عندك هذي أنتي لا لا يوجد أخرى يعني يزيد ما بيكونت جوت الفساد رو مش فما حصاد فساد الواحد يهبط معناها يحصد خمت الله بعض عشر إيات بشلقة معناها لا القضايا نتحر نحن الكور حبانا يعني نعمل من الفساد نوع من التعب السياسي ممكن ولكن هذه قضايا نحترم فيها حقوق الناس لأن نشهر بهم نتحر فيها الآن عنا دائرة محاسبات تشتغل معنا ولذلك نحن نحطات ولا يمكن تماما أن نشهر بالناس قبل أن تقع هي تهم شبوهات مش أنا نجم نثبت ومن أدرك من البعض منهم موش بري أنا أعطيتك يعني تقريبا القضايا والحقول والمجالات اللي فيها الفساد ونتمنى نتمنى أنه لن يكون الوزير فرحا حينما يجد ملف الفساد هكذا ننتشي والله أنا ألقنا القبط ولا يزوره أنا جاي بش ولكن أتحرع ولي مسؤولي أدبي وأخلاقي على عدم التسطر على الفساد مطلقا أكد لكم عاود ولكن في روحية فيها الكثير من الرصانة ومن احترام حقوق الناس هذا نتعهد به شبوه ماذا حدث مع الفنانين اللي خذو فلوس للدعم وما عملوش انتش فانين يصير ما يلي وتنجم تسميلي لهنا وقال لا 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 أذكر الأسماء لا أذكر الأسماء ما من نجم أنا رجل نحترم القانون أنا هذا الثلب يجي يقول لك فاشقام أنت تسميني وتعطي لأيوك أنا أسمي الناس يعني الفنانين بقطع نظر على سواء كان في الموسيقى أو في السينما أو في المسرح أو في التشكيلية أو كذا كذا انتفع بدعم والدعم يحدث بأمر قانوني السيدة ذا يأخذ مالعة وتعهد بمقدرة وأمضى على العقد أنه ينتج مسرحية أو فيلم أو قطعة موسيقية أو كذا كذا في أجل عام أو عامين أو كذا وهناك إمهال يعني معمول به بقى طيب لم يحترم التزاماته كما تقول مجلة العقدة والالتزامات الأمر يقول عليك أن ترسل له تنبيها أول تمهله فترة معينة ثلاثين يوم أنه بشعتي يسلم العمل فني وإمهال ثاني ثم الأمر يقول عليك كوزار الثقافة أن ترفع الأمر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاري لأن المكلف من نزاعات الدولة يعود إلى وزارة أملاك الدولة وهذا ملك من أملاك الدولة المالك العام ورفعنا كل القضايا إلى مؤسسة المكلف بالنزاعات ونتابع القضايا باستمرار وننسق بيننا وبين المكلف من نزاعات الدولة من أجل استرجاع حقوقنا هناك قضايا صدرت أحكام صدرت بالسجن أحكام ما زالت جارية ونحن إن شاء الله ننسق مع السلطات المختصة في هذا ماذا فعلتم في ترميم ثقف دار الثقافة للفن الرابع والمزينة ثقافية وهو حلم كل مثقف ومبدع تونسي في بخص يعني قاعة الفن الرابع اللي هي قاعة تعود إلى المسرح الوطني واللي تحتظن العروض المسرحية أحياناً تحتظن عروض أخرى ولكن هي بالأساس العروض المسرحية الصدفة الصدفة جعلت أن نبهنا إدارة المسرح الوطني على أن هناك تشقق حدثة وقبل بنهار من الصدفة أني طلعت أنا في ثقاف شفتها وتزامن هذا مع التكريم المسرح المدرسي مع السيد وزير التربية أخرجنا الفوق ولاحظنا الشكوق اللي جتني عن طريق التقرير كم غدوة الصباح بعثت فريق الهندسة فريق الهندسة حل وسقط والحمد لله هذه من الصدفة الغريبة وأنا نعتقد أن ربما القدر ربما الله راضي علي أنه لم تحدث هذه الكارثة وأنا فيها الوزارة يعني الصباح على ساعة الحدي عشر أطلبني السيد مدير العام الهندسة أقل لي السيد الوزير وطمئن كله الآن نحنا في القاعة صددنا وحدثة السقاف الحمد لله نعتقد أنه رعاية الرحمن يعني جنبت الوزارة وجنبت الموظفين متاع الوزارة المهندسين أغلبهم تقنيين كارثة كانت محقة بدأت الآن الأشغال على فكرة لا تتمروا الآن بالقاعة بدأت الأشغال من أجل إن شاء الله أن تحتضم أيام كرتاش المسرحة هذه القاعة ستفتح لروادها لتكون قاعة من بين القاعات التي تصير فيها فعاليات أيام كرتاش المسرحة التي تنطلق في نوبمبر بحولها هنقدم هنا لأكتوبر نقول الأشغال تنتهي وتكون القاعة هذه قابلة إن شاء الله للعروس تصور الكبير كيفاش ممكن أنا نتصور أن القاعة ذي بعد هذه الإجراءات العجلة والجزئية بعدها مباشرة لابد من إعادة نظر كما عملنا في إدارة الثقافة ابن الرشيق لابد من إعادة بناءها بشكل يليق هذه تقريبا هي تعود إلى آخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين البنية ذيكا الآن مع تطور لكن ترون أن التقنيات التي تخدموا بها يعني بين الحين والآخر تطور تقنيات الفرجة المسرحية يجبنا نعاود نبنه بشكل آخر مدينة الثقافة اللي هي في الأيام القادمة يعني مررنا بسنة من التفاوض العسير مع الشركة الأجنبية القناة الآن أرضية للتفاوض ومشانا في أغنو ملحق ملحق الصفقة يعني إن شاء الله ممكن أن اليوم غدوة يعني عطينا نحن الإنضاء بعد ما تفاوضنا حالما يتم الإنضاء على لفنو هذي إن شاء الله هنا نرى مباشرة المدينة بدأت تستعيد ورشتها الكبيرة الحذير الكبيرة علمنا لم يضل إلا تقريبا في حدود 25% من مدينة الثقافة غير جاهز إن شاء الله نشوفه عن قريب بالرابور والد الكانس القضية هذية شنو أرى يكفيها أنت سيد الوزير؟ والله أنا منتصر تماما لحرية الرأي لا تشوفش اللي شعتم؟ نعم فيه بعض المآخة ولكن أحيانا يعني لا تستطيع أن تقوم بمؤخذات والرجل في السجن أما وقد استعد الرجل حريته فبالإمكان أن أوجه هذه المؤخذات ماذا يعني أن تحرض الناس على ذبح الأمن في عيد الفترة؟ هل هذا مقبول؟ نجي الآن لو أن واحد سلفي يجي يقول على الإعلامين أنا عوض أن أضحي بإعلالش العيد سأضحي بالإعلامين هل تقبلون هذا؟ يعني في الآن أقول وقد ساندته وقد طلبته بإطلاق صراحة أعتقد على الفنانين أن يكونوا أكثر مسؤولية الأمن وقت الأمن يعني أشلاءه تتقطع في جبل الشعابي ندعو إلى ذبح يوم كالخرفات أعتقد أنه الآن أستطيع وأنا متحرر تماماً من وطأة اللحظة اللي فيها ولد الكانس على إلي العقوب في السجن أقول ما كان باسم أي لافتة من لافتات أن ندعو ونحرد الناس لا على الكراهية بل على القتل من نجمش أنا نفهم كيفاش فنان يدعو الناس باسم أي استعارة وقت ما هو الإمام الذي يفت في ذبح والقتل وكذا كذا 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 باسم الجياد وكله حطه استعارة يعني مجالات الاستعارة كما في الخطاب الديني هناك استعارة القرآن كامل يد الله فوقه إلا ماهي استعارة هناك يد عند رب مجالات الدين هو مجال الاستعارة مجال الفن هو مجال الاستعارة لكن كيف يمكن للاستعارة أن لا تذهب إلى الفهم المباشر وإلى هذه المعضلة أعتقد أنه أنا في جميع الفنون هناك خطاب لا يمكن باسم الاستعارة الفنية أن نجيزه لأنه يحرض الناس في فهم المباشر للشيء على الكراهية وعلى القتل كما ما نجيبش نسمح أنا السلفي ليدعو إلى قتل الإعلاميين وذبحهم كالخرفان كما أيضا الخطاب الدعوة كما أيضا نفس الشيء يعني أعتقد أن بلادنا تحتاج إلى خطاب فني راقي لا يمكن تماما أن يستمتع باسم الحرية بالدعوة إلى القتل أو تحت أي لفت من لفتا سيد الوزير في الأخير ما زال لي يخذك الحنين للجامعة أو لا؟ ما زال لي يخذني؟ يعني أنا أقرر في كل تسعة فنية القربتلي على فكرة هذا الحنين لا يمكن أن أشفى منه وذلك أنا حافظته على درسي في المرحلة الثياتي في المستير عندي سوائتين المرة تنغيب يعذرني الطلبة نحاول قدر الإمكان ألا تغيب لكن أحيانا تحدث أثار أشياء كيف علاقتك بالطلبة و أنت طوى وزير؟ ما هو الحاجات التي تبدل؟ العلاقة بدلت لماذا العلاقة بدلت؟ لأنني أنا عادة نقرر من السنة الأولى حتى المستير يعني أول ما نقررهم طلبة متاعي ما نقررهمش في السنة الأولى مش يرجعوني في السنة الثالثة الآن غبت عامين لما رجعت للسنة يعني اكتفيت بقت بساعتين للتدريس في المرحلة الثالثة للأسف فك العلاقة الحميمية في الأكومبانيا ممتاحهم هم صغيرات يجوك بالسنة أولى و تراهم كذا كذا و تقراهم حتى في المستر انقطعت شوية فربما نحس نوع من البرودة العاطفية والإنسانية مع طلبتي يعني فما عباد ما قررتهمش قبل مش شافوك قبل أنت يزير كيفاش مش شفوك أنت مدرس فالصورة ماهيش هي صورة المدرس متفرق تماماً لهم وكذا كذا ولكن أنا طلبة متاعي يعرفوني أني وديع معهم كم مع الإعلاميين زيدا؟ إن شاء الله إن شاء الله هذه الصورة تكون صورة إيجابية مع الإعلاميين أنا أعتقد أنه الثقافة هي الأخت التوقم للإعلام أقرب شيء أقرب شيء وفي هذا الأحيان حتى في بعض الدول في فرنسا من سيدة دولار كوتورة ودى كومينيكاتي كانت معا ميسيو فريديرك ميتيرون نقول أنه الأخت التوقم للثقافة هي الإعلام وبالتالي لا يمكن للثقافة أن تزرر بدون الإعلاميين وبدون تغطية أعلامية وبدون أيضا نقد من الأعلام يصوب أخطأنا وإن شاء الله الأعلاميين سيكونوا سند للثقافة كما أيضا التقافة ستكون سند للأعلام والأعلامي إن شاء الله نشكرك سيد الوزير وأنا سعيدة جدا جدا باستضافتك اليوم معايا وشكرا لك مرة أخرى بركة الله فيك وبركة الله في قناة تونسنا اللي كنت ضيف عليها ونتمنى لأسرة قناة تونسنا ولكافة مشاهدينا صهرات ممتعة وسوم مقبيول ورمضان مبروك إن شاء الله شكرا لك اشتركوا في القناة